السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم انا حابب احكي عن فنكشن اسمه list tag هذا الفنكشن في الوراكل له اهداف كتير حلوة الهدف الرئيسي اني انا احكي عن هذا الفنكشن راح احكي لكم اياه بنهاية هذا الفيديو خلينا نروح على التمارين ونشوف المثال التالي راح اسوي سلكت الفيرس نيم from employees where department id تساوي 30 order by first name اذا انا بدي اجيب كل الموظفين اللي بيشتغلوا في الادارة 30 راح استعلم عن هاي الداتا اذا في عندي انا ست موظفين بيشتغلوا بهاي الادارة كتير مراتا من طلب مننا انه احنا نجيب الداتا بشكل هيروزنتلي بدل vertical يعني بدل ما يكون عندي الريزة بهاي الطريقة انا بديها تكون ايش على شكل هيروزنتلي هلا ممكن البرغرامر عشان يسوي هذا الحل يسوي فنكشن مثلا اسمه create or replace function اسمه get emp horizontal بياخد رقم الادارة as parameter وبرجع varcar2 as عرف variable هاد الvarcar2 2000 الان بيكين اند سوى كيرسر for in سلكت الفرست name from employees where department id يساوي pdipt id اذا هون سوى كيرسر يجيب كل الموظفين بناء على رقم الادارة اللي جاي من الفنكشن بعدين سوى loop و end loop وقاعد عم بيخزن الvariable اللي هو vnames يساوي vnames كونكترنت مع i.first name كونكترنت مع فاصلة اذا بالنهاية هذا الvariable بدل يلف على كل table وصير يتخزن بهذا الvariable اسماء الموظفين بعدين بيناته فاصلة بعدين اللي بعديه فاصلة لانه هاي vnames كونكترنت مع i first name راح يجيب ايش ال string كامل لهاي الادارة طيب بعدين نسوى ايش return vnames اذا راح نفذ هذا الفنكشن function compiled هلا انا بدي اختبره للادارة 30 select اسم الفنكشن وبعطيه بارامتر 30 from dual راح يجيب هلا شو راح يجيب then Alexander نفس الطريقة اذا رجعنا اول اشي على هاي الكويري select first name اذا هاي هم بدل ما يجيبهم بشكل vertical جابهم الفنكشن هذا ايش بشكل ايش horizontal شايفين طيب هلا بس oracle سوت introduce لفنكشن اسمه list tag بيسوي هذا الموضوع بكل سهولة اذا الفنكشن هو عبارة عن select list tag هذا الفنكشن بعطيه اسم الكولم اللي بدي اسوي عليه ال value او اللي بدي اسوي عليه ال data بعدين بعطيه separator اذا انا هوني بعطيه الكولم وبعطيه separator اللي هو الفاصل بين الكولممز ممكن يكون فاصلين نقطتين داش اللي بديك ياه بعدين ما تحط اجباري وذين group هاي اجبارية الكلمة بعدين ما تفتح قوس وبتعطيه order by close first name وبتعطيه اسم الزمن الملحة الهي Guess معين اذا هاي بالنهاية انو انا بدي اجيب في المعلومة كل ياتهم مجمع بهادا ال variable او بهادا ال aliases طبعا انا اجباري اعطيه order انو هون لقريكن انو كيف بده كان يعرض لك الموظفين هدول في هاي الادارة أو ما او ما Woodver بده كان يمرتبين حسب first name بس منطقيا انه دائما ترتيب نفس البرامتر اللي جاي من الفنكشن طيب from employees where department id 13 لو نفذنا هاي select statement اذا جابت لي اياهم من نفس الطريقة هلا لو فرضت انه انا ما في عندي where condition راح اشيل where condition انفذها اذا جابت لي كل الموظفين في كولم واحد على شكل طيب انا لو بدي اجيب كل ادارة والموظفين تابعونها شو بسوي select department id الفنكشن نفسه from employees group by department id لو نفذنا هاي select statement راح نلاقي انه هون كل ادارة وموظفينها بناتهم فاصلة اذا الهدف الرئيسي من هذا الفيديو انه في بعض البرغرامرز بحاول لف ويدور عشان يجيب اشي معين واصلا فيه فنكشنالتي موجودة بتسوي هذا الموضوع السبب انه ما عم بيقرأ ما عم بيطور حاله اذا دائما حاول تطور حالك وحاول شوف شوف يا اشياء جديدة عشان تختصر على حالك الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة